العقدة مستمرة بعدما منتخب مالي واجه منتخب تونس في كاس امم افريقيا اربع مرات كسب تونس تلات مرات وتعادل معاه مرة واحدة بيقابلوا للمرة الخمسة النهاردة عشان يتعادل معاه برضو والمنتخب التونسي مقدرش يتفوق على المنتخب المالي جلال القادري النهاردة جي يزبط حتة الحتة التانية ضربت هنتكلم نهاردة في مباراة تونس ومالي نتكلم عن كل حاجة من جلال القادري وعن منتخب التونسي وهنتكلم عن حصوص منتخب التونسي في الصعود من مجموعة سويا عن طريق المركز الاول او التاني او التالت هنتكلم كل حاجة عن منتخب التونسي فهنا نخش في الحلقة انزلنا من لايك لو المرة تشوفني اعمل اشتراف القناة فقال الجرس عشان حلقات قهوة الكان اول ما تنزل تجي لك انت على طول ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا بك اهلا جاية في حلقة جديدة من قهوة الكان والنهارده هنتكلم عن المنتخب التونسي والمنتخب المالي في مباراة المجموعة الربعة قبل ما نتكلم فيها حاجة لو ما شفتش حلقة منتخب الجزائري دي بركي نفسه هتلاقيها طلعالك فوق هنا في القايلة هتزهر دلوقتي يروح وشوف الحلقة على طول حلقة كويسة جدا وحلقة مهمة جدا عن المنتخب الجزائري وارجع اتفرج هنا على المنتخب التونسي والمنتخب المالي مالي وتونس احصائية غريبة ان مالي عقدة تونس في كاس او مفرق اربع مواجهات قبل المباراة دي يعني اربع مواجهات مالي بتتفوق في تلاتة بتكسب تلاتة وبيتعادلوا مواجهة واحدة فقط لغير ودي حاجة غريبة بالنسباني ان المنتخب التونسي مفروض يكون هو المرشح من المرشحين للفوس باللقب عقدته مالي ومالي بعد النهاردة مكاسب المباراة الاولى وتعادل النهاردة بعدها اربع نقط وباد فرصها في السعود للدور التاني كبيرة جدا سبابة عن طريق المركز الاول عن طريق المركز التاني عن طريق المركز التالت فهو كده كده المنتخب المالي تساعد للدور الستااشر luego تنظري منتخب المالي ارتفوق على النامبيا في اخر مباراة وا overstعد كم تصدر للمجموعة بسبع نقاط ولكن المتخب التونسي النهاردة انا مفهمتش جالي القدر اول شفت التشكيل مفهمتش جالي القدر يعني تمبرال اللي فاتت ضد نامبيا بتلعب بتلاتة في نص في الملعب تلعب بتلاتة في نص الملعب ومشكل بالدنيا في الحتة الهجومية. وبتيجي في مبارات النهاردة بتلعب اتنين بس في نص الملعب. بتلعب الاس خيري وعيسر عيدوني بس في نص الملعب. والاتنين اطرب بتوعك بقى. اه سواء اه حمزة رفيعة او اه او عشوري. وبتلعب اتنين مواجمين بين بين سليمان ويوسف المساكل. طب ازاي? يعني بالراحة ونفهم واحدة واحدة مع بعض. انت يا عم جلال. انا يا عم اه ما احدش بفق بحاجة غير جلال القادري. واحد بيدرس منتخب خسر. تفرق على المنتخب. بتطلع عن قوته. بتطلع عن قوته. بتشوف هو بيحضر اللي بيحضر ازاي. بتشوف هو بيدافع بيدافع ازاي. بتشوف ايه اقوى حاجة عنده بتحاول تقفلها. زي مثلا ما بوركينة عملت ضد الجزائر وقفرت لها الاطراف. انت ضر النهاردة قوة مال الاساسية. في نص الملعب. بيلعبوك باربعة في نص الملعب. اربعة بيلعب اربعة اربعة اتنين دايمند. اربعة في نص الملعب جابعة situائيه لقوي? لعيبة ريخما قوي. ده غير كبير ان هو ما عدلك اعد بك جنبه بيسومة واليديانج. ما ربيرك ما قعب بيسومة واليديانج.那就 pregnنبي لقلى منتخب مالي. بلعب باربعة في نص الملعب منتخب مالي. جلال قادر نحل تاني بلعبه باتنين. الياس السخيري واسر العيدوني. مفروض ان الاسر العيدوني هو النمرة ستة اللي يواجه هجامية الخزم. والياس السخيري يقامل بقى ضر الربط واللين قبل ايه ما بين بقى الدفاع والهجوم والدنيا الجميلة دي. فانت ضربت النهاردة. مش شايفه نص الملعب. المنتخب المالي بيقدر يستلم في كل حتة في نص الملعب. سواء على مستوى اه ما بين الخطوط او حتى على مستوى ان هو بيستلم فيها هتة عادة. انت بقى بين الخطوط بقى فيه مساحة. لما اسر العيدوني والاس السخيري اللي اتنين بيطلعوا من اماكنهم عشان يقابلوا الضغط او يضغطوا على خصم وضغطوا على حامل الكورة بتاع منتخب مالي عشان يستخلصوا الكورة. فبالتالي بتلاقي مساحة كبيرة جدا في دهرهم. ما بينهم وما بين ياسيم مرياح ومنتصر الطالبي. فبالتالي بقى فيه مشكلة كبيرة في عمك الملعب. في مشكلة كبيرة في عمك الملعب. والغريب بالنسبة لي ان انت في بداية والماتش حاولت تروح. حاولت تهاجم. حاولت تهدد. حاولت تغضغط عالي. ترخم على منتخب مالي. وسبحان الله. مالي راح بكورة واحدة بس. سجل هدف. بكورة. بكورة. ليه? لان انت نص ملعبك مفوش تلاتة. بس اتنين بس. استرعيدوني. ولس خيري. هل اتنين دول قادرين ان هما يقفلوا كل المساحات في نص الملعب امام اربع لعيبة تقالي اوي منتخب مالي بالتأكيد لأ. بالتأكيد لأ. والدليل في الجن اللي جي الاول لمنتخب مالي. منتخب مالي راح بكورة. هي بتاعتي الجن الاول في شيء الاول. راحوا على تونس. الكورة لعبت. عسل عيدوني بيحاول. منتصر بطالبي بيحاول. مالحقوش. شاط الكورة. باليارض. تغوط العرضة وترد جوة. وبيشير من سعيد ما اعملش حتى اترايع لها. الجن الاول لمنتخب مالي. حطيت نفسك في مؤزك. نفسك في مشكلة. طب جلال قادري. منبر خطوط. هيحاول يعمل شيء? لأ. انا سايب الفري زي ما هو. ولا هعمل اه هاي بريس بقى عالي بقى واضغط بقى منتخب مالي وامسك كورة بقى وهدت بقى عرضيات ملي يمين وعرضيات من الشمال وضغط وشاطو. مفيش. انت بعد الجن الاول لمنتخب مالي. انا شفت المنتخب التونسي بيلعب ميديم بلوك وبيقابل منص الملعب وقساب الكورة منتخب مالي. هل هذا يعقل? هل هذا يعقل? مش فاهم. طب بلعب الاطراف يا عم. جري بقى اه حمزة رفيعة وعشوري وطلع بقى الباكاب بتاعتك واجدك شريدة. وآآ علي العبدي. انت الهاردة بتلاقب علي العبدي? انا عارف ان علي العبدي قوي دفاعيا عن علي معلولي. وده اللي حصل الهاردة. انت في شرط الاول نوع عماية كنت بتخلي علي العبدي. يطلع آآ يساعد او يدي دعم لعشوري. ولكن الشرط التاني انت مقدمتش علي العبدي نهائي. انت خلاص سبت على العبدي وبتحاول تجري بوجدك شريدة. والمستفز بالنسبة لانت بعد ما سجلت الهدف الاول قبل نهاية الشرط. واحد واحد ومميز جدا. كويس جدا تسجلت الهدف قبل نهاية الشرط. ولكن انت في الشرط التاني بعد ما بدأت آآ آآ المنتخب المالي بدنيا نوع شوية. وانت عارف ان انت بدنيا برضو بتوقع شوية. ولكن كنت قادر ان انت ممكن في لحظة من اللحظات تخطف التاني. برضو حاجة مش فاهمة. ايه ده عن نص المرعة? الهجوم. بتلعب بتنين مهاجمين? بالتأكيد. لازم يبقى فيه مهاجم محطة جنب المهاجم التاني. مسلا هتلعب بيه يوسف المساكني جنب وسيف الجزيري. لازم يبقى جنب وسيف الجزيري. لانت مسلا عطلت مش هتتلعب الكرة على الارضة. هتدي كرة طويلة لازم فيه مهاجم يطلع ينطي يعمل يعلى فوق عن الارض وينزل لك الكرة دي تحت. سواء بقى المساكني سواء العشوري سواء الرفيعة ايا كان مين. بقى ينزل لك الكرة وانت تحارب عالكرة التانية. ولكن انت ما عملتش ده بتلعب بيه بن سليمان ويوسف المساكني اللي اتنين مش مميزين في الكرة الطويلة. اتنين بيحب اللعب على الارض والاتنين الحريفة. فبالتالي بقى عندك مشكلات يعني في الناحية الهجومية. بقى تونس متغرق مشاكل. نص الملعب الاطراف نحية الهجومية والغريب بالنسبالي اللي انت جد في اخر ربع ساعة مفروض المنتخب التونسي هو 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 اللي يبقى الكبير في مباراة النهاردة ميبقاش هو الاندر دجو بلعب على تحاولاته الهجومية هو اللي ماس الكرة هو اللي هدد منتخب مالي ويحاول يسعى الفوز عشان يسعى كاول المجموعة وعشان تتجنب سيناريات كتيرة. لأ. ده جلال القادري. ولعب المنتخب تونس. مرضيين بالتعادل. الحمد لله. رضا. نطلع بالتعادل عرفنا نخطف من المرتدة يلا بينا ما عرفناش. الحمد لله افل دنيتك وافل ملعبك واجري. ليه? ليه? يعني المنتخب الجزائري لما اتاخر في النتيجة زنق بركينا. وضغط ضغط 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 وهجمات هجمات وكورنرات ووفرات وضغط ضغط حد ما جاب الجون التاني في الديها حاجة وتسعين. منتخب مصر الدغانة. دخل في جون. بدأ شد التاني بحماس وضغط ضغط 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 لحد ما جاب التعادل. دخل في جون تاني. ضغط 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 لحد ما جاب الجون التعادل. منتخب التونسي بعد ما جاب الجون التعادل خلاص. اتعشت على كده يا شباب وزي الفل والسلام عليكم انا رايح في النقطة بتاعتي ودد جنوب افريقيا باي بحلاحة لان. هل انت ضغط من الفوز على جنوب افريقيا? بالتأكيد لا. انا ما عنديش سيكة في جلال القادري ربع في الباية. جلال القادري اصلا مستفزني من كاس العالم. من كاس العالم في كتر. وانا جلال القادري مستفزني جدا. وانا شايفه زي ما هقول وهقول في كل حالة ان جلال القادري مدرب جبان. مدرب لا يليق بل منتخب التونسي. معرفش بقى التوانسة يزعلوا مني ولا لأ? ولا هما شايفين زي ولا لأ? ولكن جلال القادري من نظري انا لا يصلح للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي عنده جيل مميز. عنده جيل ممكن تطلع منه شغل افضل من كده. ولكن طول ما انت موجود او حاصر نفسك في المدرب الوطري سواء منزل او جلال القادري بالتأكيد المنتخب التونسي مش تقدم له قدام. جلال القادري لا يليق بل منتخب التونسي. منتخب التونسي خصوصه في الصعود يفوز بمبارك قادمة. لازم يكسب جنوب افريقيا. لان لو كسب يعني جنوب افريقيا بنسبك بينا ممكن بكرة تكسب ناميبيا يبقى عندها تلات نقط. فتخش جنوب افريقيا عندها تلات نقط. ونحة تانية ميلا يلاقي ابناميبيا وعنده اربع نقط وناميبيا عندها تلات نقط. فلو اللي اتنين اتعدلوا مالي هيسعد بخمس نقط كاول للمجموعة. الا ازا بقى جنوب افريقيا كسب تونس ده قصة تانية. لو تعادل هو والناميبيا. الاتنين يسعدوا اول وتاني. لو تونس كسبت اا جنوب افريقيا. تسعد تاني وناميبيا تالت بتالات نقط. او باربع نقط وما جاد ماشرة ممكن هنشوف ساعتها. ولكن لو المنتخب التنسي ما قادرش يفوز وتعادل باي باي. خسر بالتأكيد باي باي. لانا المنتخب التنسي ما عندش غير مجموعة ما مممم. فانت مطالب اللي انت الماتش الجاي لازم وحتما ولابد تتفوق على المنتخب الجنوب افريكي. تكسب تسعد تخسر تتعادل برا البطولة. ربنا السرع منتخب التونسي ويقدر اتفاق على منتخب جنوب افريكي مرة المباراة القادمة في الوافل اخد قراري شخص واحد وراي انا في مباراة تونس ومالي. قل لي رايك انت في المباراة وركم انت واقعاتك هل المنتخب التونسي قادر على الصعود من المجموعات? ولا انت شايف ان المنتخب التونسي هيودعنا من دول المجموعات? قل لي رايك في الكومنتس. ولا حالك بزرصتش اعمل لايك لو مرة تشوفني اعمل اشترك القناة وفعل الجرس عشان الحلقات اهو تكال تجيلك اول ما تنزل على طول وتابعنا عشرين بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلف تحت وامل شارع على فيسبوك على تويتر كامل معاكم مصطفى شكرا لحلقات الجاية سلام